أقرت منظمة الصحة العالمية لاستخدام الطارئ للقاح سينوفارما الصينية المضاد لفيروس كورونا منظمة الصحة العالمية قالت إنه بناء على جميع الأدلة المتاحة فإنها توصي باللقاح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر على جدول جرعتين مع تباعد من 3 إلى 4 أسابيع بين الجرعتين مشيرة إلى أن فعالية اللقاح قدرت بحوالي 79% لجميع الفئات العمريات مجتمعة وتعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها منظمة الصحة العالمية موافقتها على لقاح صيني للاستخدام الطارئ ضد أحد الأمراض أو الفيروسات المعدية